يعني كيف نفسر هذه المقولة بعدما تحولت المطالب من خدمية الآن نريد وطن لا نريد ماء ولا كهرباء نريد وطنا بهذا المعنى الكبير نعم شكرا جزيلا لك ولمشاهدي الفلوجة والأخ العزيز محمد العقالي الحقيقة هذه المقولة والعبارة التي صدرت عن هذا المواطن وأن كانت تحمل شحنة عاطفية لكنها ملتبسة أنا أتذكر هنا الشاعر الراحل محمود درويش كان يقول أنه باعتبار وطن محتل فلسطين كان يقول نريد وطن مهما كان فيه سجون فيه معتقلات فيه جلادين أهم شي هو الوطن الآن الوطن بدون ماء وكهرباء وبدون حكومة حكومة ظالمة حكومة عادلة بدون ترفيك لايت بدون شرط مرور بدون شوارع ماذا يعني الوطن؟ الحقيقة هذا الالتباس هنا هو الذي يمكن أن ندخلنا في حيصة بيس التظاهرات إذا صح التعبير التظاهرات بدأت مطلبية وهي مطالب حقيقية شأنها شأن التظاهرات التي انطلقت عام 2013 في المحاوظات الغربية أيضا كانت تظاهرات حقيقية وطبيعية ونادت بحقوق ولكن فيما بعد تم اختطافها وحصل ما حصل نحن الآن حيال مفترق طرق إذا بقينا نضغط باتجاه الحصول على الماء والكهرباء في إطار وطن موجود له حضوره التاريخي والوجداني والحقيقي لكن بلا خدمات بسبب فساد طبقة سياسية هذا أمر نناقشه من هذه الزاوية لكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى بحثا عن وطن مفقود ونريده ولا نريد ماء أو كهرباء هذا الحقيقة فيه جنب ربما فيه خطورة على مستقبل الوطن ومستقبل التظاهرات ربما المتظاهر كان يقصد ولسان حال المتظاهرين بصورة عامة يعني أن ربما الفاسدين هم من يعني صادروا الوطن بصورة عامة وصادروا الخيرات فبالتالي المواطن يشعر بهذه الغربة في هذه المطالب وبهذا القمع الذي يتعرض نعم أنا أتمنى أن تكون هذه العبارة بريئة ولكن مسار التظاهرات الآن يعني من خلال ما نشاهده من عمليات هنا وهناك استمرارها بطرق مختلفة مساراتها بدت أيضا غير واضحة هذا يؤشر أن هناك جهات دخلت على الخط وحين تدخل جهات معينة أي أن كانت أهدافها على خط تظاهرات مطلبية سواء كانت هذه التظاهرات المطلبية تتعلق بالخدمات الأساسية والبنية التحتية من ماء وكهرباء وطرق وجسور هذا أمر سليم أو كانت مطالبها أكبر بكثير من هذا الموضوع وهو تغيير الدستور أو حتى مثلا تعديل مسار العملية السياسية لا أقول إسقاط النظام السياسي لأن هذا يدخلنا في فراغ ونحن في غنى عنه نحن بلد تعددي وأي عملية فيها انفجار يعني أنت هنا تاج لا تحمد أخباها ونتذكر قريبا ما حصل بعد عام 2006 من حرب أهلية بسبب انفجار غير مسيطر عليه إذا ما وصلنا إلى هذه الحالة راح نخسر كل شيء نخسر الوطن اللي ننبيه وراح أيضا لا نحصل على ماء أو كهرباء وإنما فقط تسيل الدماء نحن الآن نريد أن نقنن هذه الأشياء نريد أن نضغط على الحكومة وعلى الطبقة السياسية في أن تعدل مسارها ويكون الضغط شديد ولكن ضغط حقيقي ومنتج أجبر الحكومة أجبر الطبقة السياسية على تعديل مساراتها على إنفاق الأموال بطريق صحيحة على تغيير هذا السلوك السياسي الذي أدى بنا إلى ما أدى إليه كل هذا الأمر صحيح ولكن أيضا بس نطيني مهلة قصيرة هو السؤال من الذي يعيد إنتاج هذه الطبقة السياسية كل أربع سنوات من 15 سنة أليس هذا المواطن الذي يتحدث هو أنا والأخ محمد العقيلي وسوانا نحن من نعيد إنتاج هذه الطبقة السياسية متى ما أحسننا الاختيار سوف نحصل على طبقة سياسية قادرة على أن ترتفع إلى هموم الوطن وإلى مستوى التحديات وتقدم خدمات حقيقية إلى المواطن نعم ترجمة نانسي قنقر